تكذب إسرائيل كعادتها وتزعم أنها لا تنوي تنفيذ خطة الجنرالات في شمالي غزة بيد أن الواقع على الأرض يؤكد غير ذلك فالحصار المطبق يخنق المنطقة منذ 11 يوما على الأقل في حين يواصل الاحتلال منع إدخال الطعام والشراب لقرابة نصف مليون إنسان يرفضون التهجير القصري بحسب الأونروا حصار وقصف قتل وجرح هكذا يبدو المشهد في شمالي غزة منذ بدء العملية العسكرية الجديدة ما دفع العالم لبدء الحديث مع إسرائيل حول ما يجري في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تشير المشاهد الواردة من المنطقة على قلتها إلى استهداف إسرائيلي لكل مناح الحياة من مستشفيات ومحطات مياه وحتى سيارات الإسعاف التي تحاول الوصول للشهداء والمصابين لم تسلم من الاستهداف المؤسسات الدولية والحقوقية دقت نقوص الخطر من تكثيف إسرائيل ضغطها على المواطنين في شمالي غزة ما دفع الإدارة الأمريكية مجبرة لسؤال إسرائيل إن كانت تنوي تنفيذ خطة الجنارالات في شمالي غزة وكعادتها تنفي إسرائيل ذلك قولا وتمضي فيه فعلا ما سبق رأى مراقبون أنه يعطي إسرائيل حرية العمل في جباليا ومحيطها ما دام أنها لا تنوي تنفيذ الخطة ما لم تصدر دعوة عاجلة إلى وقف القتل والجوع عن المواطنين الشمالي غزة الواقع على الأرض يشي بنية إسرائيل فسط الشمال تماما تمهيدا لتنفيذ الخطة وهو ما أشار إليه بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حين قال إن الجيش الإسرائيلي يفصل شمال غزة تماما عن بقية القطاع وينفذ أعمالا قتالية وسط تجاهل تام لحياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم وللتذكير فإن خطة الجنرالات الإسرائيلية تقوم على الإبادة والتطهير العرقي بطرد الفلسطينيين من شمالي غزة باتجاه الجنوب كما فعلت سابقا بمئات الآلاف مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر العام الماضي اشتركوا في القناة